بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعض الماتش على يوتيوب وصفحة بعض الماتش على الفيسبوك السلام عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكسر في تويجن بالبطوات الافريقية في القرن العشرين لايف جديد واخبار جديدة ان شاء الله باذن الله اتمنى انها تلقى قبول واعجاب حضراتكم ولكن اكيد بشكركم الفترة اللي فاتت التلات اربعة يام اللي فاتوا لازم اشكركم الدعم كان كويس وخاصة على اليوتيوب كان الدعم كويس جدا لو انت على الفيسبوك اكيد مش هتنسى انك تعمل اللايك والشير والاعجاب والمتابعة للبيج ولو على اليوتيوب اكيد مش هتنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك مهم جدا 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 للفيديو اكيد هنكتب كلنا في التعليقات زي ما تعودنا زي ما لكناد القرن الاكسر تتويجا في القرن العشرين اكتب اللي يجي في دماغك طيب خلونا النهاردة عندنا كلام مهم وعندنا اسرار هتشتكلم فيها وانفراداتك العادة الحمد لله ولكن هبدأ بي الموضوع اللي بيشغلنا جميعا والمشكلة بتاعت نادي الزمالك وازمة نادي الزمالك وزوال عضوية رئيس نادي الزمالك يمكن بيحصل اسرار في الكواليس وفي الغرف المغلقة في بنعرفها فوقتها وفي اللي بنعرفها بعدها يوم الوقفة وقفة العيد الفطر المبارك وزارة شباب الرياضة بعتت لنادي الزمالك او طلعت البيان بتاعها بزوال عضوية رئيس نادي الزمالك ويوم الوقفة بالليل حصل تواصل ما بين مستشار المرتضى منصور والوزير اشرف صبح كانت مكالمة بالتليفون مش هقول تفاصيلها ولكن هي كانت مكالمة عاصفة كانت مكالمة شديدة كانت مكالمة فيها زعل وعتاب وكلام ماينفعش نخرج كواليسه على الرأي العين ولكن هي كانت مكالمة عنيفة وفيها شد وجذب وفيها تبادل قراء وكلام من هذا القبيل يعني ليه انا بقول لكم كده وليه المستشار المرتضى منصور كان سائر بمعنى كلمة سائر في هذه المكالمة لان المستشار المرتضى منصور وده اللي انا عرفته النهاردة الصبح المستشار المرتضى منصور كان عنده معلومة مؤكدة وانا كان عندي المعلومة دي بس ما كانتش مؤكدة انما لما عرفت كلام اللي المستشار المرتضى منصور اتكلم فيه اتأكدت من معلومتي لان انا فيه كلام كتير قوي واخبار مش متأكد منها ما بقولهاش الى لما بتأكد منها سواء عن طريق الاصد او عن طريق الصدفة بتأكد ان خبر بتاعي صحيح بطلع قوله وعشان كده بطلع علكم السر ده دلوقتي كان فيه ترتيبات من وزارة شباب الرياضة بزوال عضوية مرتضى منصور ثم زوال او حل مجلس ادارة نادي الزمالك او حل مجلس ادارة نادي الزمالك هتقول لي حل مجلس ادارة نادي الزمالك ازاي هو مجلس ادارة نادي الزمالك عليه حكم كانت وزارة الشباب الرياضة هتشوف اي تلكيكة اي حاجة وتحل المجلس منافسي قانون ما عملش يعني كانت هتشوف اي حاجة وكان فيه رأي تاني ان يتم تعيين رئيس للنادي بالتعيين كلام ده انت قول مرة تسمعوا تعيين رئيس لنات زمالك بالتعيين حتى اجراء الانتخابات طب مين يا محمد اللي الناس عماله بتسعاله انه يكون يا اما ييجي على رأس لجنة يا اما ييجي سواء رئيس بالتعيين لمدة شهرين ثلاثة مين اللي بيسعوله عاوزين يجيبوه وايه اللي خلى المشهر المرتضى منصور ساير وزعلان هو مزعلان من العزل والزوال لانه هو عارف انه هو زوال عضويته من ساعة حكم المحكمة والحبس والكلام ده وكلنا عارفين انه يحصل زوال عضوية مرتضى منصور ولكن المفاجأة انه كان في التصالات سرية ما بيني وزارة شباب الرياضة والاستاذ عمر الجنين عشان ييجي يا اما رئيس لجنة يا اما ييجي رئيس تعيين شهر قليلة وعمر الجنين هو مطلب لوزارة شباب الرياضة مطلب لوزارة شباب الرياضة عاوزين عمر الجنين ومجلس الادارة الحالي هو مش مرغوب فيه عند وزارة شباب الرياضة كان لكم منتال امانة مش عاوزين مجلس دارة الحالة عاوزين لجنة وانتخابات لا يدخلها مرتضى منصور في المستقبل وده كان سر غضب المستقبل مرتضى منصور لما عارف اني بيتم الترتيب لأمور كتيرة أمور كتيرة جدا جدا ولذلك هاكد لك صحة كلامي أنا والله ما بهبت كلام اللي أنا بقوله انت بتعرفوه بعدين هاكد لك صحة كلامي كل يومين بيتم رمي الطعم بيجس النط لجنة لجنة برئاسة فلان لجنة برئاسة فلان بيرميلك الطعم ما هو دايما كده في الرأي العام لما مثلا دولة زي امريكا او زي اي دولة يعني عربية ولا خليجية عاوزين يجسوا رأي الشعب يروحوا رميين طعم مش عارف البطاطس هتغلق اشاعة لو الناس سكت يزودوا البطاطس لو في دولة خليجية ولا في امريكا ولا حاجة عايزين يزودوا البطاطس يروحوا رميين اشاعة والله الشعب سكت تلاقي امريكا زودت البطاطس الشعب تكلم وقلق او حرام البطاطس ما تزدش اه كسة البطاطس دي حطها في اللي بيحصل في نادي الزمالك بيتم تسريب لجان وجمهور نادي الزمالك سكت والرأي العام والسوشيال ميديا ومحمد مصطفى سكت وبلع الطعم خلاص يبقى نجيب لجان وهيحلوا المجلس مهبوس مفيش حاجة اسمه ما تنفعش دايما كده اتعلمت في حياتي كنت وانا صغير بحسب حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش مفيش حاجة اسمه ما تنفعش وما تقوليش المجلس ما ينفعش يتحل لا ينفع يتحل بطريقة كذا وطريقة كذا في كذا طريقة الورقة ورقنا ودفاتت دفاترنا وهنعمل اللي احنا عاوزين زي ما يعني هو كان ينفع مجلس ادارة نادي الزمالي ما هو انت بتقولي لا يا محمد مجلس ادارة ما ينفعش يتحل مجلس ادارة ما علوش حكم رئيس النادي بس اللي عليه حكم تعال اقولك سير هو كان ينفع في عشرين عشرين مخلفات والمجلس كله يسافر المريخ ونيجي بعد ما النادي يتبهدل ويتعيل له ثلاث لجان اخ في ايه تبدأ ما تلاقيش فيه مخلفات بص كل حاجة تنفع كل حاجة تنفع اللايحة الاسترشادية يعمد اللايحة الاسترشادية ملغية بحكم القانون وبحكم المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية العليا ايزا كل اللي بيحصل مع مرتضة منصور ده باطل اه وفي نفس الوقت اللايحة الاسترشادية اللي تم انتخاب مجلس ادارة نادي الزمالك عليها لأ انتخاب مجلس الادارة ده مش باطل انما حبس مرتضة منصور وزوال عضويته اللايحة الاسترشادية ده باطل واصلا اللايحة الاسترشادية كلها باطلة باطلة يا عم ده المجلس ده جايب باطلة باطل شب انا بقولك ايه باطل ما بني على باطل فهو باطل فنرجع لمرجوعنا مفيش حاجة اسمها اصلي والحكاية بص يا باشا كل حاجة بتتهندل كل حاجة بتتهندل تفهمني؟ المهم نرجع لمرجوعنا فالمستشار مرتضة منصور كان غطبان وسير وحصل يعني كانت مكالمة صادمة يعني بس لغاية كده لأ لأ الموضوع تطور اني المشتشار مرتضة منصور جالوا اتصالات من اهى اعاوز اقول حاجة عشان انا محبش هدي يمسك عليك كلام يعني ولكن مشار جالوا اتصالات من ناس مهمة ناس مهمة الناس المهمة دول اتقالوا الكلام اللي انا دايما بقولوا عد الشهرين دول عد الشهرين دول وسواء بقى تبقى رئيس شرفي تبقى رئيس لجنة قانونية تبقى رئيس لجنة الزمالك اي حاجة عد الشهرين دول وانت من حقك تنزل الانتخابات اللي جاية وهتنجح ومحدش هينزل قصادك اصلا هي كل المنافسة تبقى على منصب النائب مش على منصب الرئيس لان محدش هيعرف يشتغل مع المجلس ده غير مرتضى منصور اللي هو يجاي بالمجلس اصبر وهدى خالص وشهرين وهترجعتين وشهرين وهترجعتين بشرط تهدى شوية بشرط تهدى شوية وتقلل تصراحاتك وزي ما بنقول كده بلغة ولاد البلد تفس العجلة عارف لما انت عايز تقول لحد ايه ده بلغة البلد كده انت عارفين انا من الشرابية وبفتخر دايما ان انا اقول ان انا من الشرابية ومن منطقة شعبية لان مناطق الشعبية دي مع احترام يعني اي منطقة تانية ولكن مناطق الشعبية دي اللي بتطلع الرجالة يعني الحمد لله فتقل له كده فس العجلة ايه ده خالص وانت كده كده راجع بعد شهرين وترجع تكمل الدورة بتاعتك عادي وكأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يحدث ستاها في السيakte الكلام بالمستشاره المرتضة منصور تم الان انه هيطلع بفيديو النهارده في فيديو النهاردة المستشار مرتضة منصور مسجله من المبارك هيتزق على قناة نادي الزمالي بعد 10 الفيديو ده في تصوري وفي المعلومة اللي عندي الله اعلم صح ولا غلط لان محدش يعرف الفيديو ده فيه ايه لغات دلوقتي ولكن الفيديو ده فيه ان المشار متظ 없طة منصور هيتطلع يتكلم ويقول يعني فيما معناه هيرضى بالامر الواقع او هيرضى بالاتفاق اللي حصل مع المسؤول الكبير والمستشار مرتضى منصور برضو خليني اديك المفاجرة النزع لنا من المستشار مرتضى منصور انه مش عاوز يطلع على الفيفا وفعلا لو طلع على الفيفا هيجيب درافة وعزلوا من مجلس ادوارة نادي الزمالك باطل يعام ده حكم محكمة بالنسبة للفيفا باطل بالنسبة للفيفا باطل بالنسبة للأحكام بتاعتنا والقانون الرياضة والكلام ده كله صح انما بالنسبة للفيفا عزل رئيس نادي او رئيس مجلس ادوارة اتحاد كورة لازم بجمعية عمومية ماينفعش تدخل حكومة طيب المشار مرتضى منصور يتكلم مع هذا الشخص الصديق او بقى تسميها المسؤول او تسميها الحد ذات نفوذ مهمة معرفش انت عايز تسميها ايه ولكن مشار تتكلم معه قال له لو حصل ان انا مدخلتش الانتخابات واللجنة الاولمبية رفضت اوراق الترشح بتاعي ساعتها انا هطلع على الفيفا ساعتها انا هطلع على الفيفا فانا لما سمعت الكلام ده ما سدقش مشار مطادة منصور يقعد يقول لك انا راجل دولة انا بضهري بلدي انا بحب كلنا بنحب البلد يعني هو انت اللي وطني وانحنا مش وطنيين كلنا بنحب دولتنا وكلنا بنحب مصر وكلنا عاوزين مصر دي احسن دولة لو اللجنة الاولمبية رفض كبول اوراق ترشح مرتضى منصور للرئاسة القادمة اللي هي هتبقى شهر 7 اعتاقل مرتضى منصور مجهز فايل وهيبعته للمحكمة للفيفا هيبعته للفيفا وقال عليا وعلى اعداء طب ليه ما عملش كده المرة اللي فاتت ما هو قاعد يقول فيفا 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 وما طلعش على الفيفا معاك حق معاك حق والله وانا قلت كده انما مرتضى منصور المرة دي مختلفة عن المرة اللي فاتت ليه المرة اللي فاتت الوزير اللي حله والليجان ومخالفات وكلام ده يعني لو كان مرجاش تاني كانت هتكتب في التاريخ اني مرتضى منصور اتحل وكان اخر دورة ليه في الزمالك بسبب المخالفات حلو انما المرة دي مختلفة عنده مرتضى منصور وعنده جمهور نادي الزمالك ليه لان مرتضى منصور المرة دي مش عاوز تتكتب في التاريخ ان نهايته كانت على ايد محمود الخطيب محمود الخطيب اللي حبسه وبالتالي حكم الحبس ده اصبح يخليه تعزل وبالتالي تعزل فمرتضى منصور يتحبس بسبب محمود الخطيب وتعزل بسبب محمود الخطيب هو قالك عليه وعلى اعداء قالك عليه وعلى اعداء نهايته مش هتكون على ايد محمود الخطيب نهايته مش هتكون على ايد محمود الخطيب وانا بضم صوت لصوت مرتضى منصور لو مرتضى منصور نجح في الانتخابات اللي جاية وهينجح وهينجح باكتساح اصلا او بالتسكير وانا معلومت ان محدش هيخش اصاده لو مرتضى منصور نجح في الانتخابات اللي جاية لو انا ما كانه لو انا ما كانه خلاص بعد منجح ووقف في برج عالي هقدم استقالتي هقدم استقالتي وانسحب من المشهد ولكن ما يتكتبش في التاريخ ان رئيس الاهلي حبس وعزر رئيس الزمانيك هو عاوز كده وهو قال للناس اللي بيتكلم معاهم اللي هم الناس اللي بيحاولوا يكونوا همزة وصل ما بينه وما بين الوزير قال لهم انا مش هتبقى نهيتي على ايد هذا الشخص اللي هو مش عارف خريج معادي التعاون ولا مش عارف خريج معادي قال لهم انا من نهيتي مش هتبقى على ايد هذا الشخص اعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه انما مش هتبقى نهيتي على ايد الشخص ده وانا اضم صوت صوته حتى لو انا مش عاجبني مرتضة منصور ده بقى الواحد الزمال كاوي لو انا مش عاجبني ادارة مرتضة منصور ومش عاجبني مرتضة منصور هدعمه لغاية لما ينجع في الانتخابات وبعد شهر شهرين اللي هو عاوز يرتاح خلاص ارتاح ونشوف حد يدخل الانتخابات مكانك ولكن ما تبقاش نهايته انا ما بتكلمش على شخص مرتادة منصور انا بتكلم على شخص رئيس نبي الزمان لان مرتادة منصور خلاص تكتب في التاريخ زيه زي كمال درويش زي اللي هو الرؤساء اللي فاته ما عرفش حسن عامر وما عرفش زمورة ومش عارف مين لا انا ارفض تماما ان تكون نهايته على ايد محمود الخطيب فده بالنسبة لمرتادة منصور والفرصة الاخيرة اللي اداها يعني مش عايز اقول المسئولين ولكن للاصدقاء والوسطاء اللي بيحاولوا اتدخلوا ما بينه وما بين وزير الشباب والرياضة وبعد قليل او بعد الساعة 11 يعني على الساعة 12 كده ممكن الفيديوهات تنزل على قناة نادي الزمالي ونشوف مرتادة منصور هل عنده جديد هل في جديد هل ما فيش جديد هنشوف مرتادة منصور هيقول ايه ولكن انا معلومتي حتى الان مجلس الدارة مستقر مرتادة منصور داخل الانتخابات هيتم تعيين قائم بالاعمال لمدة شهرين ثلاثة والاقرب الاقرب هيكون احمد مرتادة منصور هو الاقرب للقائم بالاعمال رئيس النادي ممكن الكلام ده يتغير الساعات القادمة ممكن يبقى خلد لطيف اميني السندوق ممكن يبقى سلمان واهدان اللي هو كان قائم بالاعمال المرة اللي فاتت ولكن برضو سر هقول لكم سر انت عارفيني ما بتبقش في بقى فولة وده الاعلام ده الاعلام انك تبقى عارف معلومة تقولها لجمهورك الا اذا كانت المعلومة دي مدمرة للنادي مش اقولها عاوز اقولك ان كان فيه غضب من المستشار المرتادة منصور تجاه النائب سلمان واهدان في فترة الحبس لان سلمان واهدان طلع تكلم مع عمرة قديب وتكلم مع احمد موسى وطلع تكلم مش عارف مع يعني معرفش السيد علي بيتكلم كتير في الاعلام ده زعى المرتادة منصور فعشان كده فيه اتجاه انا بعرفه عشان لو ما جس سلمان واهدان تبقى انت عارف ليه عشان يتكلم كتير في الاعلام وبدأ يدخل في القنوات ويخرج من القناة دي يدخل في القناة دي نفس شغل اللي جان بتاع جبريل والسيمري والناس دي كلها فده اخر التطورات والاقرب احمد مرتادة منصور الا اذا جد امور خلال الفترة القادرة طيب ده بالنسبة للمشاهد مرتادة منصور تعال ندخل على كهربا والاخبار كل يوم لا تخلى من ابو الكهاري بالهاد كهربا خلاص الاهلي ضاغط وعاوزوا يلعب والزمالك بدأ دلوقتي ودي معلومة مؤكدة الزمالك بدأ يعمل اتصالات مع اعضاء اتحاد الكورة وبدأ يعمل اتصالات مع اعضاء لجنة الاستئناف لان الزمالك قدم تظلم زي ما كهربا قدم تظلم فالمستشار مرتادة منصور شخصيا تواصل مع المستشار اعتقد اسمو عادل الشرباجي لهو رئيس لجنة الاستئناف وقدم الاستئناف المستشار باعته مع المحامي بتاعه يعني بيسموه استئناف او تظلم وطيبر المشار اتكلم مع المشار عادل الشرباجي قال له مش هيبقى مسموح عنده جمهور النادي الزمالك انه عقوبة كهربا ما يطلعش فيها استئناف في خلال العشر تيام الجاين دول ما هو لو طلع الاستئناف طلعت القرار في خلال العشر تيام دول كهربا هيتوقف يعني حتى لو نزلت العقوبة من 12 ماتش ال 6 ماتشات ما هو اول ماتش جاي للاهلي ماتش السوبر فكهربا هيتوقف فالمستشار اتكلم مع المشار عادل الشرباجي قال له انا قدمت الاستئناف بتاعي جمهور النادي الزمالك شايد وجمهور النادي الزمالك متدايق ولازم نشوف عقوبة اللعين احنا مش عاوزين نظلمه احنا عاوزينه يتعاقب زي مأمام عشور يتعاقب زي ماشي كاباله يتعاقب مشار عادل الشرباجي الراجل محترم قال له هنطبق القانون ومش هنسمح بأي تلاعب وإحنا مش بنخفى لمن ربنا ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى وهنحكم بي اللي يمليه علينا ضمرنا والقوانين فهل ممكن نشوف خلال عشرة يام دول إيقاف كهرباء؟ ممكن ولكن الأهلي بقى بدأ يصعب من ناحية التانية وبدأ زي ما أنا قلت لكم من مرة الفاتد إن الأهلي بيهدد بالانسحاب وكمان الأهلي بيقول للجنة الانضباط أو يعني سوري لجنة الاستقناب ما اطلعوش دلوقت القرار بتاع كهرباء استنوا بعد ماتش السور طب مش هنطلعو بحجة ايه؟ يعني لما لجنة الاستقناب تتسيقل والتحاد الكرة يتسيقل مش هنطلع الاستقناب بتاع الكهرباء والقرار بتاعه طب بحجة ايه مش هنطلعوه؟ ده لسه النهاردة 25 فقدامك علاماتش السوبر 10 ايام طب العشرة ايام دول مش هنطلع ليه عقوبة كهرباء إيه الحجة اللي نقولها للشعب؟ إيه الحجة اللي نقولها للشعب؟ إيه أهلي؟ قال لهم حجة حلوة إحنا بعتين اسمها ايه؟ استنى آه بعتين مذكرة فيها أكتر من نقطة وعاوزينكم تردوا علينا والله يقولوا ان انتم مش هتطلعوا الحكم التاع الكهرباء دلوقتي ويطلع بعد السوبر يعني بحجة ان انتم لسه مرددتوش على المذكرة القانونية بتاعتنا إحنا بعتلكم مذكرة قانونية ردوا علينا فانتم لسه بتدرسوا الرد فمدام في مرحلة دراسة الرد اللي هي تاخد عشرة أيام عشان كهرباء يلعب مدام إحنا في مرحلة إرسال الرد على مذكرة الأهلي خلص يبقى دي الحجة الاتحاد الكورة ولجنة الاستقناف بتدرس الرد على الطلبات بتاعت الأهلي وانا رادي زمتكم سواء عملت لايك وشير او ما عملتش لايك وشير سواء اشتركت في القناة ولا ما اشتركش في القناة انا رادي زمتكم ده اسموا كلام في حاجة في القانون اسمها مش اطلق العقوبة لما تردوا على المذكرة بتاعتي مذكرة كلها هيافة وتفاها مذكرة تفاها وهايفة انتو حققتوا معا ولا لأ طب ايه دا للكم طب ايه الفيديو طب قولوليك اللابس ايه طب شرب القهوة بيده ليمين ولا بيده الشمال مذكرة تفاها ومذكرة ولا ليه حقيبة ومذكرة ياريت الاهلي يبرومها كده ويحطها في درج من درج المكتب عنده في الناج ولا ليه حقيبة انت هتعلق لي عقوبة العيب عشان خطر يعي شوية تفاهات كاتبها لي وعاوز الرد عليها مش راضي لو انا بقى مسؤول مش راضي واغبط دماغك في الحيب وانسحب يلا خليها تنضف انسحب هنشوف هل لجنة الاستقناف هتتجاهل المذكرة الهايفة دي اللي هم بعتنا ولا لجنة الاستقناف مش هتطلع او مش هتبط في القرار بتاع عقوبة كهرابا غير بعد السوبر عشان كهرابا يلعب في السوبر والعشر تيام دول هتيجي تسأل لجنة الاستقناف افتحاد الكورة ما طلعتوش عقوبة كهرابا ليه هيقعد يقولك الحجة الحلوة اصلي لسه ما ردناش على مذكرة العيب اللي لاقي دلع وما يتدلعش يبقى حرام عليه يبقى حرام عليه اهم موضوع هتكلم معاكم فيه موضوع حلو لزيز يعني ميدو تلع فضح الأورترز بتاع الاهلي ميدو فضح أو الأورترز زي ما بيقولوا عليهم ميدو فضح ايه اللي حصل وايه اللي ميدو قالو ميدو كشف امور كتيرة كنت انا عارف جزء منها ولكن ما كانش عنده الصورة كاملة ميدو قال لك وطبعا الجمهوري الاهلي يعود للملاعب والكلام ده على مر التاريخ وهزبط لكم دلوقت هل انا متعصب هزبط لكم هل الجمهوري الاهلي ده من ايما يحط رجله بيعمل ألبان في البلد ولا جمهور محترم زي جمهوري الزمالك السنة اللي فاتت جمهوري الزمالك في كل حتة في مصر ما عامدش حاجة أول ما جمهوري الاهلي رجع مطشين تلاتة بدأت الدنيا تتكهرم بص بقى يا باشا جمهوري الاهلي بيعمل ايه ميدو قالك في فكرة عند البعض اني يستغلوا الجمهور بتاع الاهلي انا بتكلم على الجمهوري الاهلي بس اني يستغلوا الجمهوري الاهلي في أمور أخرى في أمور أخرى منها الأمور السياسية ورسائل معينة ناس هو ميدو ما قالش عليهم رسائل معينة ناس عاوزين يبعثوا برسائل عبر هؤلاء والاسم في الظاهر انه دول ألترس انما في الباطن دول مين دول جهات وجماعات مدربة على توجيه رسائل معينة بالبنارات بالشعارات بالرسائل باللافتات بالكلام ده كله وميدو بيقولك عاوزين يعيدوا الألترس في الثالثة شمال من يومين ماتش الأهلي والرجاء كان شغال أو قبل الماتش ما يبدأ رجال الأمن عملوا شغل حلو قوي خدوا الأدوات وخدوا اللافتات وخدوا الأدوات بتاعت الجمهوري وخرجوها برا وأكتر من حد كان عاوز يسير الشغب داخل اللي استاد خرج برا واتقبض عليه طيلا أحمد شو بيت طبعا الملعب بقى هس هس والناس اللي هم بيعودوا يهزوا مش عارف ايه ويعودوا يشجعوا ويعودوا يعملوا دول جزء كبير يتاخد منهم الداخلية والأمن عبضوا عليه طيب فبدأ الماتش عادي ما فيش تشجيع ما فيش طبعا شو بير طالع زعلان وبيتكلم وفين الجمهور وده مش دور الجمهور والتاني لو دخلت اللاتات بتعدرب اللايك يا غالي اللي هو اللي أنا مساميه سيد إشتا ومسميه أبولية هذا الكذاب الأشر برضو طالع ويه الجمهور والأمن بيتعامل مع الجمهور كده لا يا حبيبي ده الأمن يتعامل مع الجمهور زي ما هو عاوز ده بيأمن البلد ده بيأمن البلد من أشكالهم ده بيأمن البلد من أشكالهم ميدو بيقولك بيجندوا جيل جديد وحشد أعداد كبيرة واستنساخ نفس الفكرة بتاعت الألترس اللي هم اللي تم الحكم عليهم إنهم جماعات إرهابية ده حكم قضائي سواء بتوع الزمالك أو بتوع الأهم وميدو كمان بيقولك هيموتوا عشان يدخلوا البنارات اللي هي اليوفة الكبيرة عشان يستغلوا المدرج في رسائل سياسية وبيقولك مش عاوزين حد ده بقى الجماعات العيال دي والأتباع بتوع من اللي بره اللي بيحركوهم بقى الجمهور بدأ يرجع فبقت أرض خصبة على أي حد عاوز يبعث رسائل سياسية ولا يبعث هنا ولا هنا ويسير التوتر في البلد وإحنا ما صدقنا استقرينه بعد السنين العجاف اللي إحنا كنا فيها اللي فاتت المهم فاميدو بيقولك عاوزين يستغلوا المدرج في رسائل سياسية مش عاوزين حد ده بقى العيال دي وأتباعه مش عاوزين إخواتنا في الأمن يكونوا موجودين في المدرج لأ عاوزين شركة أمن خاصة واحد كده بتاع شركة أمن غلبان بياخد الأربع خمس تلاف جنيه في الشهر ومبسوط بيهم ويأمن المدرجات عشان بالبلد كده يتحقوا عليه إنما ده لو مثلا أمين شرطة ولا ظابط ولا حد إنش عارفوا يتحقوا عليه فهم مش عاوزين حد من الأمن يكون موجود في المدرجات ده برضو اللي ميدو قاله وميدو يقولك عاوزين القصة تبقى مغا زي الأول يشتموا ده ويشتموا ده ويكونوا المدرج وسيلة يكلوا منها عيش ما فيه ناس بره بتقبضهم في لوتس جمهور الأهل فيه ناس بره بتقبضهم فيه ناس بره بتقبضهم وميدو كمان بيقولك إنه هم رفضين ولقم في زورهم شركة تسكارتي ليه؟ لأن شركة تسكارتي لما بتحجز الاي دي بتاعك والتسكارة تلمطش بيبقى بيناتك وبينات اسم أبوك واسم أمك وتبيت ميلادك وساكن فين وكل حاجة عنه فهم مش عاوزين كده لهم عاوزين يخش ويخرجوا وتكون بيناتهم مش عند الأمن وتكون بيناتهم مش عند الأمن يا عم محمد انت ظالم وبتظلم جمهور الأهل أنا ظالم وبظلم جمهور الأهل تعالوا نشوف ميدو قالك كان في جريدة الوطن كلام ده بقالوك يع سنين اللي هي اليوم بتاعت السورات والكلام ميدو قالك جريدة الوطن عملت حملة على أحد رجال الإخوان اللي هو خيرة الشاطر جريدة الوطن عملت حملة عليه بيقولك راحوا جمهور الأهل الألترس اقتحموا جريدة الوطن وحرقوه اقتحموا جريدة الوطن وحرقوه طب انتم هلكم الخارط الشاطر ده سؤال ميدو كان بيسأله وانا بقى هكمل لكم من عندي يعني انا والملف ده انا هفتحه مش هسيبه هكمل لكم من عندي مين اللي حرق اتحاد الكورة ودخل نهب الكؤوس والجوائز اللي في اتحاد الكورة وسرقوا الأوراق وسرقوا الكؤوس وتسرق كاس الأمم الأفريقية لو تفتكروا فاكرين مين اللي سرق وحرق واقتحم جمهور الأهل مين اللي اقتحم زي ميدو بيقول مقر الوطن جريدة الوطن وحرقوه وعملوا وسوه جمهور الأهل مين اللي غلوش على النشيد الوطني جمهور الأهل هو اللي غلوش على النشيد الوطني مين اللي طلع احمد شبير وابو المعاطي زاكي ها احد روادي السوشيال ميديا في الأهل كلام ده مسجل طلعوا وقالوا كان بيتم تجهيز بنارات ورسائل سياسية وتوجيه رسائل مش كويسة للرموز الوطنية السياسية اللي في مصر مين كان جوه النادي الأهلي بيتم تجهيز الكلام ده وكلكم شفتوه اسمعتوه مين اللي كان مين اللي سمح بكده وليه النادي الأهلي هو تفريغ للجامعات دي برضو انا مش عالف برضو انا مش عالف فاذا تحدست وانا ما قصدش كل جمهور الاهلي انا قصد البعض اللي ميدو بيتكلم عليه اذا تحدست عن الجزء من هذا الجمهور لا جمهور الاهلي منين ما يخش ويحط رجله في أرض الستان لازم يحصل مشاكل لازم يحصل مشاكل فده كان ملف حلو قوي ميدو فتحو واتمنى وطبعا وده مش مجاملة اخواتنا في الامن وعارفين كل احي وعندهم المعلومات قبل اي حد ويعرفوا يأمنوا البلد دي وعشر بلدان تاني يعرفوا يأمنوها واكسم بالله هزا ليس مجاملة ناس محترمة عارفين هم بيعملوا ايه وعارفين البلد دي تحفز عليها ازاي عارفين البلد دي يتحافز عليها ازاي وما حدش هيسمح لجمهوري الاهلي انه يدخل ويعمل رسائل ويعمل شغب لانه منين ما يحط رجليهم الشغب بيحل طيح حد طيب اعراضي قولك اني تعالوا بقى ندخل على الزماج وتعالوا ندخل على كلام مهم جدا 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 ويعملوا ندخل على نادي الزمالك اه عايز ابدأ وانا بتكلم على الزمالك بالموضوع ده لاني هتكتبولي رأيكم في التعليقات ولا اقبل غير انك تعمل لايك وشير وتكتب لي رأيك في التعليقات لعيب التوتنهام اتغلبوا من نيوكاسل ستة واحدة من كم يوم؟ كلكم طبعا عارفين النتيجة ده لعيب التوتنهام لعيب عندهم دم اتغلبوا ماتش نتيجة تقيل مضعش بقى مضعش منهم خمس ست بطولات في تلت شهور لعيب التوتنهام عملوا ايه؟ نزلوا بيان اعتذار للجماهير وقالوا لجمهورهم هقراركم البيان دلوقتي قالوا لجمهورهم ان يعني كيمة التذاكر اللي انتم دفعتوها يوم ماتش نيوكاسل بتاع ماتش الفيديحة ده حضرتك دائب على حسابنا احنا كلعيبة واحنا اللي هنشيل الفلوس دي ده جزء صغير من اعتذارنا لجمهورنا الحبيب يا لهوي ايه الناس دي ايه الدم ده الناس عندها دم تعالوا تشوف البيان بتاعه بيقولك يعني كفريق نتفهم احباطكم وغضبكم نعلم ان الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقع ولكن صدقونا نعلم ان هزيمة مثل هذه تقلم نحن نقدر دعمكم على ملعبنا وخارج ملعبنا ومع وضع ذلك في الاعتبار نود ان نعود المشجعين الذين سفروا لحضور لقاء نيوكاسل في الملعب بتكلفة التذاكر انهم هيشيلوا تكلفة التذاكر نحن نعلم ان هذا لا يغير ما حدث لكننا سنبذل قصاري جهدنا لتصحيح الامور ضد مانشستر يونيتي مساء الخميس دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا معا يمكننا اعادة الامور الى نصابها الصحيحة عشان اتغلبوا ماتش واحد بنتيجة تقيلة قالوا للجمهور بتاعهم نتيجة ماتش الفديحة ده هنتكفل بالفلوس بتاعتهم وهنرد لكم الفلوس بتاعتكم وبيانة تظهر عشان ماتش واحد اعرف لعيبك بلاد محدش يقول انت بتهاجم اللعيبة لانه مخلوا صمعة الزمالك السنة دي وخلي بالكم 95% مما يحدث داخل نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك مع الاعتراف ان فيه اخطاء ادارة مع الاعتراف ان فيه اخطاء من خارج الادارة 95% مما يحدث هو غلط لعيبة 95% اعرف لعيبة ضيعت سوبر مصري سوبر سعودي وكاس مصر ودوري وافريقيا وربطة ست بطولار ضعف ثلاث شهور لقوا ما عندهمش دم واجبلات وعايزين فلوسنا يتعلموا الحياة من لعيبة توتنهام انا بصراحة حزنت ان شفت الكلام ده برا نادي الزمالك ودي رسالة لعدماء الدم وهم عارفين وهم عارفين هم مين طيب الزمالك هيصرف جزء كبير من المستحقات قبل مصر السوبر يعني ادارة الزمالك عارفة انهم بتوع فلوس فهيحاولوا يحفزوهم بالفلوس عشان يلعبوا مطش كويس دي ادارة نادي الزمالك محمد عواد اتكلم مع الادارة اللي دارة اتكلمت معايا محمد انت اعدت مع بيرامدز اتكلمت الحكاية والرواية محمد عواد قال انا ما اعدتش مع حد وكيلي بيجيلي عروض ولكن انا مش هلعب غير في نادي الزمالك الا لو انتم مش عاوزيني دي حاجة تاني زي مالك رد على عواد قال له انت هتكون موجود معنا الفترة اللي جاية ولكن وهنوضع نتكلم معاك في التجديد ولكن كل المشكلة بتاعتنا عقدك الكبير يا اما تقلل عقدك يا اما هنخليه هنثبته هنثبته ولكن مش هكون فيه زيادة في عقد ان محمد عواد بياخد رقم مش عارف 15 ولا 16 مليون جنيه رقم ما هو فمحمد عواد شرط تجديد عقده يا يسبت العقد بتاعه يا اما يحاولوا يتكلموا كمان انه هو يقل انه هو يقل طيب وفيه كلام طلع ان الزمالك بيحاول او امام عشور امام عشور بقاله فترة من بعد ما المدرب بتاع متلاند داني مارك تغير بقاله خمس مطشاط قاعد احتياطي وكل مدرب وليه وجهة نظره بدأ الكلام وبدأ الاقاويل تطلع ان امام عشور تواصل مع امير مرتضى منصور وقال له انا عاوز ارجع وامير مرتضى قال له مفيش فلوس هنرجعك ازاي هذا لم يحدث لم يتواصل امام عشور مع ناد الزمالك وانا تأكدت من الموضوع ده بنفسي لم يتواصل امام عشور مع امير توفيق في النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي هو اللي عاوزه وبيسأل الوكلة الوكيل بتاعه ولكن امام عشور لم يتواصل بشكل مباشر ومش هيرجع مصر احمد نادر السيد يعني كان عاوز ان هو معار من الزمالك لنادي اسمه فيزيلا البرتغاني هو كان عاوز يكمل النادي الزمالك قاله لأ هترجع هيكون لك دور الفترة اللي جاية ورفض تمديد الاعارة بتاعته طبعا عشان الحاجة لأسوريو رفض مشاركة فتوح في مباراة بكرة بتاعت سرميكا كليوباطر عشان يدي له فرصة انه هو يريح قبل مطش السوبر وبرضه في رغبة بكرة اه زيزو في القايمة انا جاي لكم للقايمة دلوقتي ولكن زيزو يعني فيه اتجاه لقراحته عشان الاصابة اللي جات له عشان مطش السوبر فبرضه فيه رغبة لقراحت زيزو محمد صبحي ولوينش وناصر منسي اثاروا اعجاب اه السوريو التلاتة دول تحديدا فيه تدريبات نادي الزمالك اه عاوز اقول لكم اني الزمالك جاي له عرضين اعارة لحتم سكر وحسام عبد الميجين الزمالك بيفكر ان هو يعير حسام عبد الميجيد وحاتم سكر المسلم القدر بصراحة انا ضد القرار ده وارفض تماما هذا القرار واريد الزمالك ان يحتفظ بالعمود الفقر بتاعه اللي هو حسام عبد الميجيد وحاتم سكر من اللعيبة المبشرين بالخير وبدل ما تروح تشتري باك شمال وانا جاي لكم دلوقتي في باك شمال الزمالك بيتكلم معاه في الدوري او مش بيتكلم معاه على ردار نادي الزمالك فحتم سكر ده ابنك فحتم سكر ده ابنك حافظ عليه وحسام عبد الميجيد نفس الكلام برضه حافظ عليه دي وجهة نظري ورحيل اعارة حسام عبد الميجيد وحتم سكر هو اكبر خطأ ممكن ترتكبه ادارة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة عاوز اقول لك اني تعالوا ناخد قائمة الزمالك قبل ما ندخل على الصفقات لان في كلام مهم قوي على الصفقات بكرة قائمة نادي الزمالك حراستر مرمى عواد وصبحي في خط الدفاع عودة عمر جابر والوينش وعبد الغاني ومحمد طاري عودة طاري وحسام عبد الميجيد وحتم سكر ومسلوسة وفي خط الوسط روقة ودونجا وشيكا ونداي ويوسف اسامة سيف جعفر ونيمار وزيزو وفي خط اليجوم ناصر مانسي وسيف الجزيري وعودة سامسون اكينيولا مع طبعا عودة عمر جابر غياب فاتوح واحمد بنحاج وعمر السيسي وعبدالله جمعة وعبدالشافي والزناري ومحمود شبانة لعبة كتير قوي غايبة عن نادي الزمالك بكرة اكيد طبعا كل التوفيق بكرة ناخد الثلاثة بنت ونحاول ان احنا نحافز على المركز التاني هقول لك حاجة وندخل على الصفاقات معلش هخليها في الاخر هنتكلم عليها دلوقتي حاليا النهاردة الاهلي يكسب الزمالك موليد 2006 خمسة اثنين والماتش كان في 100 عقب على ارض الزمالك نتيجة وحشة طبعا نتيجة مش كويسة طبعا لازم الزمالك يعيد النظر في هذه النتيجة وفي قطاع الناشئين بشكل عام أكيد ولكن لو حد اهلاوي يعني جاي حفل علي اكسب ناكو خمسة اثنين وابيب وعمالي طرق على الزمالك والكلام التال فيه ده عاوز اقول له حاجة واحد نادي الاهلي ماذا محلو كده في الناشئين بيطلع كامل عيب ناشئين كل موسي سؤال تاني نادي الاهلي فيه كام ناشئ في الفرقة بتاعته السنانية من أولاد النادي فيه كام ناشئ طب نادي الزمالك عد حسما عب ميجيد ووسف جعفر ويوسف اسامة ونيمار ووامد نادر السيد لا لا عد 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 محمد طارق وحتم سكر ومجيد هاني وحمدي علاء معاره وثواه وإيشه فمش بالمباراة أنا كل أنا عاوز أن تقولك مش بالمباراة بالعبرة بالخواتيم طب الناشئين الحلوين بتوعك دول بتطلعهم بتطلعهم مع الكبار بياخدوا فرصة لا ده أنت بتروح بيدحك عليك وبتكرت على أفك أهلي وبتروح تجيب سافيو بمليون ونص دولار وبتديروا لمليون دولار وما بتهتمش بقطع الناشئين بتاعك فلما حد ييكلمني هيكون دردي لما حد يجي يكلمني بيكون درد روح وبصوا انتم مطلعين كامل عيب الحاجة الاخيرة الزمالك في تنين لعيبة على رضا لعب من نادي المصري بك شمال المصري عمر السعداوي واسحكوا يعقوب وبرضو الزمالك بيبص ولكن الزمالك مش عاوز يجيب مدافع اجنبي الزمالك عاوز يكون الاجانب بتوع بتاع الموسم الجديد في خط الوسط وقدام في الاطراف والوينجرز والفراودي ولكن عمر السعداوي الباك الشمال بتاع النادي المصري على رادار نادي الزمالك لسه ما حصلش تواصل مباشر وما حصلش مفاوضات ولكن هو على رادار نادي الزمالك هو موليد 12-12-1997 عنده 26 سنة ده بالنسبة لعمر السعداوي الصفقة التانية اللي على رادار نادي الزمالك لعيبة احنا لسه شايفينه من يومين مع الرجاء المغربي اسمه حمزة خابة ده العيد مغربي موليد 9 يونيو 1996 عنده 26 سنة ومعار من نادي العرب الكويتي للرجاء المغربي لعب مع الاهل الماتش اللي فات جاعد ضد الاهل وهيلعب ماتش العودة ويوم السبت ان شاء الله اللي بنتمنى كل التوفيق للرجاء المغربي الشقيق وانا عندي احساس كبير قوي ان شاء الله باذن الله ان الاهل هيتغلب ونتيجة محترمة وهيخرج مش عارف ليه هذا احساس يراودني اه النتيجة الصالح الاهلي وصعب الرجاء يعود ولكن انا عندي كده حاجة جوايا ان الاهلي هيتغلب وهيخرج مش عارف ليه يعني احساس ولكن حمزة خابة برضو على رادار نادي الزمالك والزمالك هيبدأ يتابعه عشان لو كده لو عجب اسوري والفترة اللي جاية يبدأ يتكلم مع العرب القطري انه يشتري منه الموسم القادم الرجاء واخده عارف نية البيعة ولكن لازم عشان الرجاء يفعل نية البيعة والشراء لازم حمزة خابة هو اللي يوافق لازم اللعيب هو اللي يوافق هنشوف لسه نادي الزمالك موضوع الصفقات بادر عليه ولكن دي ترشحات والزمالك بيحط عينه على لعيبة ولجنة الكورة ومش عارفين لازم تتابع اللعيب اكتر من شهر وفترة كبيرة عشان يبدأوا يحكموا عليه سعيت جدا بحضراتكم واكيد دايما بدون نكون سوعدة بالدعم بتاع حضراتكم سواء على الفيس بوك لايك وتشير واعجاب ومتابع البيج او على يوتيوب لاشتراك في القناة وتفعيل جرس ولايك وتشير الفيديو ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى والسلام عليكم معرفة السلام